اليوم سنقوم بعرض أسرار صلصة المايوناز الباردة وهذا لأننا في قناتنا الوثائقية متفردون في كل شيء سنبدأ بالوصفة الأصلية للمايوناز الفرنسي وهي تحضير المايوناز من صفار البيض بطريقة يدوية في وعاء متوسط عميق نضع صفار بيضة واحدة جميع المكونات يجب أن تكون على درجة حرارة الغرفة نخفق صفار البيض بالمضرب السلكي لمدة نصف دقيقة نضيف ملاقة كبيرة من خل عصير التفاح الطبيعي ونخفق لنصف دقيقة أخرى خل التفاح يحتوي على بكتيريا لبروبيوتك الطبيعية النافعة تساعد خصائص هذا الخل المضادة للمايكروبات والأكسدة في حفظ المايوناز لمدة أسبوعين بدلا من أسبوع واحد يعتبر الخردل المادة الأساسية التي ننطلق منها للوصول إلى الصلصة النهائية ولكن هنا سنقوم بإعدادها من قبل بسلصة الخردل كما نشاهد نضيف ثلاثة أربع كوب من زيت الزيت الزيت الزيتون البكر الخفيف والممزوج بزيت الزيتون المكرر حتى نحصل على الطعم المرغوب والصحي نضيف بضع قطرات من زيت الزيتون تدريجيا ونخفق المزيج حتى يصبح لونه فاتحا ويبدأ في التكاثف نستمر في إضافة كمية صغيرة في كل مرة حتى يتكون صوص مستحلب وسميك سيستارق ذلك من 6 إلى 7 دقائق نضيف ملح البحر هنا أضفت ملح الكرفس لإعطاء هذه الوصفة طعم ونكها لطيفة كما ونضيف فلفل أبيض أو فلفل أسود حسب الرغبة ولكن الوصفة كب واحد من الزيت ليس كذلك نعم هذا صحيح ونصلنا إلى القوام المطلوب دون المبالغة في إضافة الزيت قوام المايونيز المحضر من صفار البيض يشبه قوام الكاسترد ناعم وغني جدا مايونيز البيض الكاملة يا لقد تذكرت الجريمة الكاملة سنقوم بنفس الخطوات بالضبط لكن سنضيف ملعقتين كبيرتين من الحمض بدلا من واحدة ملعقة كبيرة من خل التفاح والأخرى من عصير الليمون الطازج أيضا نضيف نصف ملعقة صغيرة من مسحوق بدور الخردل بدلا من صوص الخردل في الحقيقة الطريقة اليدوية متعبة جدا لتحضير مايونيز البيض الكاملة لذلك أنصحكم باستخدام الخلاط الكهربائي لتحضيرها بسرعة وبدون شهد حقا هي الجريمة الكاملة يا ويلي لقد أصبت بالدوار لكثرة الخف نطبق نفس الطريقة والمكونات في مرتبان الآن نضع الخلاط الكهربائي في المرتبان قبل إضافة الزيت نضيف الزيت ببطء ونستخدم تقنية الخلط بالنبض لمسج الخليط أثناء تثبيت الخلاط في الأسفل وتحركه ببطء من جانب لآخر سوطك وحشني ودحكتك يا حبيبي لي يا يا منك سأشوفك تاني في عالم معاد ما درت شنساك والليالي كل ما بفوت الليالي كل ما اشتاق يا حبيبي وابوت مايونيز جاهز الآن مايونيز جاهز الآن بدون جود يذكر ولم نستخدم بقية كوب الزيت استخدمنا ثلاثة أربع الكوب ايامنا وحشاك والناسي اللي انت من غيرك باسك النفس عيش عمري معك على طول مايونيز جاهز الآن اخذ كوبا كاملا من الزيت وحتى نكمل الجريمة اضفنا له شط الحمراء مايونيز جاهز الآن مايونيز ليشبه يصحب القشداء ريض صحيح نفس الخطوات ولكن مقدار الخل ملعقة كبيرة والزيت يكون من ثلث إلى نصف كوب وهذا لبياض بيضة واحدة تبدو كبير بيضة واحدة يا سلام هذا أشبه صوص الفون تعيني أتذوق قليلا the texture is like the foam قوامه مثل قوام الرغوة correct لقد أفسدت كل شيء والآن أعزائي المشاهدين ننتقل لديستوفيسكي الجريمة والعقاء ودعو الله أنني في مزاجي الجيد هذا اليوم الله الله كم أنا محظوظ دعونا نكمل القصة إذن وقبل أن أقول لكم وإيها الأصدقاء إلى اللقاء علي أن أخبركم أننا نستطيع أن نخلط المايونيز بالبصل الأخضر والفلفل الأحمر وكذلك بالأعشاب المرغوبة ولا ننسى أيها الأصدقاء أن المايونيز يستخدم في سلطات مهمة مثل سلطة الكاسلو، السلطة الروسية، وسلطة التونا شكرا للمتابعة